السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف انك تصنع تطبيق تطبيق اذا ضغطت على هذا الزر يهتز الجوال طبعا بدون اكواد بدون لغة برمجة مجانا على هواتف الاندرويل اذا حب انكم تصنعون هذا التطبيق وتفاجئون زملائكم تشاهدوا معنا هذا الفيديو طبعا كل ما تحتاجون هو هذا الموقع بموقع اب افندر اب افندر يقدر يخليك تصنع تطبيقات بدون اكواد مجانا تقدر تحطها في جوجل بلاي وانا قد سويت يعني تطبيق وحطيتها في جوجل بلاي طيب اول شي نضغط على هذا الخانة وحيجينا تسجيل تسجيل عبر جيميل اذا كان عندك حساب في جيميل نقل مواصلة مرة سهلة على طول خلاص انتهت اه اتفاقية طيب ايضا تقدر تربح من التطبيق حقك يعني تسوي تطبيق تحطه جوجل بلاي وتربح من خلاله يعني بس يبيلها شوية تعلم ومرة سهلة المهم هذه لوحة تعريفية ما علينا منها نحط ناو بروجكتر بعد نسمي المشروعنا مثلا على سبيل المثال هزاز نكتب هزاز يعني المقصود به هزاز الجوال طيب نضغط هنا جتنا الخانة هذه اول شيء يا حباي بقلبي نروح لم بتش او بتن بتن يعني زر طيب ونروح طال عمركم لخانة اسمها ميديا هنا نروح ساوند نحط ساوند طيب هذه الخطوة الاولى نحط بتش او البتن وايضا الساوند اللي هو الصوت ولكن نحول الصوت الى اهتزاز عبارة عن اهتزاز طيب جاي مايل من هنا كيف نعدله او نخليه بالوسط من هنا نخليه بالوسط وبرضو هنا وسط الشاشة طيب نكتب مثلا عبارة ان هذا التطبيق عبارة عن تطبيق هزاز الجوال نحط كلام تمام ونقدر نعدل كلام من هنا ونقول تطبيق مثلا نكتبها بالعربي تطبيق هزاز الجوال نقدر نكبر الخط ونصغره طبعا اودي اكبره شوي يعني حتى المشاهد يعرف تطبيق هزاز الجوال طيب هنا بقول اضغط هنا اضغط هنا نضغط على هذه button بعدين هنا نكتب اضغط اضغط هنا طيب الان تتحول معنا الى اضغط هنا طيب كيف اكبره شوي اكبره من هنا من هذه الخانة ثلاثين مثلا يا سلام طيب انا ودي اكبر هذه بعد زود خليها اربعين حلو مضبوط طيب الان انتهينا من تصميم الشكل الخارجي الآن نأتي الى الاوامر الاوامر تأتيها من هنا تمام نضغط مرة سهلة 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 تراها ما يبي لها اي شيء نضغط على button طيب اكلك هذه الخانة اذا ضغط على button ماذا بيصير sound نروح لم الخانة هذه ونحطها هنا بعدين نروح لم الأزرق هذا والصفر هذه نشيلها ونحطها هنا خلاص انتهى التطبيق تقريبا الكل ما عليك هو اختيار مثلا كم المدة كم المدة اهتزاز هل تبيها مدة اهتزاز دقيقة كاملة او ثانية وحدة او ثلاثين او ثلاث ثواني او خمس ثواني او خمس ثواني الى اخرين انا راح اختار يعني خمس الاف بعد رياد خمس الاف جزء من الثانية او لا على العموم الان خلاص انتهينا من التطبيق سوينا التطبيق ستشنون سهولة طيب كيف اجربها تجربة سهلة للغاية كل ما عليك عزيز المشاهدة وتحميل هذا التطبيق او رابطه موجود في وصف الفيديو الآن نضغط عليه طيب نضغط على هنا بعدين او كيف ان انا اربط الجهاز هذا بهذا اروح لم كونتكت بعدين هنا اعطيني باركود نضغط على العلامة الزرقاء مسحنا الباركود الآن والآن راح ينقل المعلومات الى الجوال ينقل المعلومات الى الجوال لما اضغط هنا الاحظ في اهتزاز اقرب صوت المايك ما ادري هو واضح او لا اهتز الجوال فترة تقريبا عشر ثواني او شيء كذا بس اهتزاز اهتزاز المهم ان التطبيق ضبط اه الآن يا حباي بقلبي كيف اني احفظ التطبيق هذا حقي سهلا مرة 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 شوفوا خمس دقائق تقريبا خلصنا اه سرعة تطبيق طيب نروح لم اه تصدير هذه اللي هي بعدين نبغى بصيغة اي بي كي اي بي كي المقصود فيها التطبيق يعني اي تطبيق الآن موجود عندك بالاندرويد صيغته اي بي كي يعني هذا صيغته اي بي كي وهذا برضو صيغته اي بي كي وهذا برضو صيغته اي بي كي كلهم صيغتهم اي بي كي تمام الآن نقوم بتحميله ننتظر طبعا انا بنقله سواء انت بتنقله انت من جهاز الكمبيوتر حقك الى الجوال عبر السلك او انت بتنقله عبر واتساب ويب او اللي هو يعني اكتب كيفية نقل الملفات من الكمبيوتر الى الهاتف في اليوتيوب يطلع لك لكن انا بوريكم على سبيل المثال طريقتي في نقل بعض الملفات الخفيفة احتاج بس فقط الى واتساب ويب الآن بعد ما ينتهي من تحميل البرنامج راح نرسله في واتساب ويب ونشوفه ما بعض باذن الله ننتظر شوي الآن نزل للتطبيق كل ما عليك هو ضغط على هذا الزر ينزل معاك نزل بصيغة ابكي اللي هو صيغة التطبيقات واسمه هزاز الآن راح انقل الى واتساب ويب ثم ارسله طيب ارسل معاي الآن اروح الى واتساب حقي وادخل هنا هذا هو احمله اقوم بتحميله على الجوال والآن اضغط طيب يقول قد يتضمن هذا المستند محتوى غير امن تأكد انك تثق بالمرسل قبل فتح هي اثق اكيد مية بالمية اقول انا المصلحة هو هاي شي طبيعي اصلا لان ما يعتمدون اندرويد يعني عندهم حماية ما يعتمدون الا من التطبيقات اللي موجودة في جوجل بلاي يعني انت لو احملت هذا التطبيق في جوجل بلاي ما راح تطلع لك هذه الخانة تثبيت طيب يقول لك تما حضر هذا التطبيق ما علينا منه نضغط على التفاصيل ثم نضغط تثبيت على اي حال ما نضغط حسنا نضغط التثبيت على اي حال الآن كل ما علينا هو الانتظار مدة ثلاثين ثانية تقريبا نضغط وسيتم تحميل او تثبيت هذا التطبيق انتهى من تثبيت التطبيق الان نحط له فتح و كما تشاهدون تم تثبيت التطبيق على هاتفي لما اضغط هنا يهتز الجوال و اما كان يا حبايبي نروح لم اخر شيء اللي تم تثبيته هذا هو تثبيتنا هذا هو تطبيقنا تمام؟ هذا هو تطبيقنا لما افتح عليه تطبيق هزاز الجوال شكرا لكم على المشاهدة نراكم في فيديوهات قادمة بإن الله ولا تنسوا البقية الصالحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة فكرا لكم شكرا لكم غير الجوال وحبورا ولا حسب فعلى يغط Making شكرا